أنا عايزاً للحديث لحاجة وتشترك معي أريكسندرا طبعاً فيه يعني إحنا كمان وإحنا بنتكلم على الشعر أعتقد أنه جزء من إثراء الشعر ووجود الشعر أيضاً أنه كانوا المؤلفين يعني كانت سيدة أمو كلثوم عبد الحليم فريد كل الأسماء الكبيرة كانوا يتغنون باللغة العربية الفصحى وباب الشعر يعني لما حصل الحدث في فلسطين انتشرت أغنية الآن عندي بندقية الآن عندي بندقية وبدأت تتغنى في دول كثيرة جداً وبدأ الناس يسألوا إذا أمو كلثوم قدمت أغنية نظار قباني نظار قباني وألحان الموسيقر عبد الوهاب وغنيها معاها أيضاً فإذا الناس تتقبل هذا والناس تريد أن يعني تغني قصائد وشعر فهل هو تقصير من الأغنية أم اختفاء أيضاً الشعر المغنى لا الشعر المغنى الشعر الذي يمكن أن يغنى موجود سواء كان شعراً حديثاً أو شعراً حديثاً قديماً ولكن أعطيني مليك حمدي أو أعطيني عبد الوهاب أو أعطيني يرد الصنباطي أو أبو العلا محمد نحن نحتاج إلى موسيقيين أو مؤلفين موسيقيين مهمين لكي يقدموا هذا النوع وأيضاً بدليل هناك ناس تعطفت أو يعني توأمت أو تعطفت أو مع كاظر من السهر عندما غنى عدداً من قصائد نظر قباني إذن المسألة متاحة لو يعني النية الموسيقية والموجودة يعني هناك نواية هناك منتج عقيقي يقدم هذا يعني الفكرة ليست في الشعر ولكن في لأن الأغنية يعني فيها موسيقى وفيها كلمات وفيها منتج طبعاً ما تحتاج إلى شركة صحيح يعني أستاذ أحمد عم نتحدث هلأ بانفتاح كثير كبير يمكن زمان قبل الإنترنت لما كنا بدنا نبحث عن أي قصيدة كنا مضطرين نروح للمكتبة نفتاح دواوين الشعر حتى نقدر نبحث عنها ولكن هلأ فيه سهولة بشكل كثير كبير لمعرفة القصائد الشعرية والبحث عنها ولكن إذا بنتحدث بهذه السهولة اللي نقدر نلاقي فيها الشعر ولكن منحس أنه أيضاً ابتعدنا عن الشعر كيف منقدر أنه ندعم المنتج الشعري سواء مصرياً أو عربياً لمجموعة الشباب والمتلقين الجدد زي ما عم بتسميهم حضرتك شوفي بتعدنا عن الشعر يعني ده غير صحيح يعني أنا من شهرين كان عندي كتاب صدر في الوقت المتحدة الأمريكية اسمه وحيداً قرب النيل ترجمة من العربية إلى الإنجليزية وبيعة بشكل كبير في الوقت المتحدة الأمريكية أنا أرى أنه مسألة تلق الشعر في الوقت المتحدة الأمريكية مثله ومثل تلق الشعر في الأردن في مصر في العراق في فلسطين في المغرب فكرة أن يتاح الكتاب للجمهور أن إعلان عنه يعني أنا عندي كتب بعد 80 ألف نصر لماذا؟ لأنه كان في مكتبته الأسرة ترويج أكثر كان في مكتبته الأسرة فهي فكرة طبعاً لأنه في النهاية يعني إن لم يسمع القارئ بكتابك أو بكتاب سين أو صدر للكتاب لن يذهب إلى شرائه مسألة وطبعاً سهلت وسالة الصالة الحديثة للترويج هذا الكتاب أيو أصبحت مواقع التواصل فيها نسبة من الترويج لكن النشر الجيد هناك دور نشر تحت السلم لا أنا خلينا نتكلم صراحة هناك دور نشر صغيرة جداً وهناك بالمناسبة الآن تجدينا كتاباً الطبع العشرون كل طبع خمسين نسخة